هنا من سنتكلموا على هذا الأمر هذا تشخيص قلتي أنا خاصة يمشي الإنسان هذا إنسان متخصص باش على هذا التشخيص كان بتتبنيوا العلاج على هذا التشخيص كتعرفوا شنو الحاجة اللي غد تحييد وشنو الحاجة اللي غير بالحقان وشنو الحاجة اللي بالجراحة هنا نتكلموا على طرقكم للعلاج وش حركة تاخد الوقت وش بحصاص أو للإنسان كان واحد البروتوكول الإلاجي والويقعي اللي كيتتابعوا بطبيعة الحال حنا من كي يجعينا المريض هرا كسائر كل أطباء كنسولو شنو شنو الأمراض اللي كيعاني منا شنو الأعراض اللي عندو إلى آخر لأنك ناخده بعين الاعتبار كل مشاكل صحية دياله لأن الواحد خصك تعرف فعليه كل شيء وش فيتفاتح شنو الأمراض شنو الأدوية وأنا دائما كان نبغي نعرف الأدوية اللي كي ياخده كلهم لأنه بعد إنه بصرا الواحد تكون عندو شيء أعراض بسبب الأدوية اللي كي ياخد تيجي 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 كان رجلية من الفوخين مني كتبقى تقلب كتلقى أنك ياخد واحد دواء ديالتنسيون أو شي دواء اللي هو كي نفخليه رجل أو كيعطيه الكحة 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 جحل مواحد تيبقى ياخد سيروات ولا كيقود زيت العود ولا كيقود زميته وارا كيخد واحد الأدوية اللي كتعطيها ديك الكحة أو كتعطيها الحساسية إلى آخر فأول الحاجة الأولى اللي كان نشوف أنا سأقولوا بالله أعطيكم ستر أعطوني الأدوية اللي كتعطيها اللي كتعطيهم اللي كتعطيهم اللي كتعطيهم اللي كتعطيهم كي ياخدوا جوش وكتلاتة شكات غسمية اللي مبدلين صح لألاش لأنك يمشوا عن طبيب الليول يمشيوا بالدوسية ديالهم بالأدوية ديالهم بالليزاناليز اللي دام تتقلوا أنا عدرت الليزاناليز وما جبتهم شلق قالوا لي كل شي مزيان ولكن أنا خسنا عرف شني الحاجة اللي دغتي اللي ما درتيش واجدرت الفيتامين دي واجدرت فقر الدم وشهدا باش يكون عندي واحد دوسي باش يمكن لي نبني على واحد الحاجة لأن السينو دائما غادي نمقون دور في واحد دوامة وما غاديش نخرجوا منها وكن ضيعوا الوقت وكن ضيعوا الفلوس وكن ضيعوا الطاقة ديالنا بصح نيس هدي ادي مسألة لي كتشركها انتي كتشركها مع كل متخصصين صراحة يقولوا دائما أنا خستكون صراحة ما بين المريض ما بين الطبيب ديالو نصراحه بكل شي هو دكس على واسع النظر تكلمتي على رياضات بحل مثلا ناتاسيو او السباحة اشنو هي النوع ديال الرياضات اللي قدر نيسان يديرها مثلا الى كان يحس ان يلا يبدو لي فاغيس او لهذا الامور اشنو نوع ديال الرياضات حيس كان عارفو الناس كانت جيو حد فترة ان الناس كتبغي تدي الرياضة كتبغي تهتم بالجسم دياله فكانو اللي ونديرو قع رياضات اللي راها متاحة ما كان عارفوش الدات ديالنا واش يلطلق له هاد النوع ديال الرياضة او لما يليقش لها الناس اللي عندهم لي فاغيس الناس اللي عندهم لي فاغيس كان نصحهم يديروا المشي ماشيهوم زيان بسف الناس اللي عندهم لي فاغيس ولكن كتلقى الناس مثلا اللي كبار وعندهم مشكل ديالا اغتخوز ولجنو الى اخر هادو من الاحسن مديروا يديروا لكواجب واليوم الحمدلله كين مسابح كتير صح صح وكين اللي مغتصنغة ديال النساء اللي كيمشوا على الاقل واحد ثلاثة نوبات في الاسبوع يديروا لكواجب هات لكواجب هو مهم فزاف وما كي قطرش سلبيا على استحادية الناس يال بيسيكليت في الماء يلا بش داس باش بش انا كي يبيض عليو في الماء اه تماما الفيلو في الماء او لكواجب او اي حاجة في الماء هي احسن حاجة بالنس اللي ما تيمكن له مش يتمشوا لعنو مشكل طهار مشكل يجمع الى اخير الناس اللي ما عندهم شهد المشكل يقدروا يديروا السباحة ويديروا العمارش ويديروا الفيلو تاوام زيان هادو هما من المثائل المهمة في الرياضة الناس اللي عندهم لباريس نعم للموا الا هاد الامور مثلا من كتجي في الوالده مي كتجي كان اعراض لي كي حسبهم كتتحسبهم السيدا اللي خاصة ما يتهملهم شيء زايد العلاجات كيفش كتكون حتى مثلا من تنتكلموا على العلاج كانتك اللي بتكلمتي قبيلا انا كين حاجات لي كتجي غير غير بادوية لي بسيطة وكالي كانوصلوا بياتا الجراحة ايضا فضلي دونك بريدي تعرف تشخيصو الالاج دونك كما قلنا تشخيص كيتم كما قلنا الانتروغات واحد الضوء اللي هو خاص وواحد الآلات صوتية هذاك وبليكوغرافي ومن بعد على حسب لي كان دي روحت احنا ما تيمكناش نقطرحو الالاج إلا ما دلتيش واحد الليكوغرافي لأن الليكوغرافي هي اللي باش كتشوف هديك درجة الإصابة درجة الإصابة وكندرو بحلة كاختوغرافي كان نرسمو هادوك اللي فاريس على واحد الورخة بعد ما كندرو هديك الليكوغرافي وهدك الليكوغرافي هي اللي كتورينا تماما شنو يمكننا ندرو شحل مواحد هنا واحد الحاجة مهمة تيجي افيك الليكوغرافي دياله من المؤسف ما تيمكناش نعالجو على هديك الليكوغرافي دياله اللي دار وخاتيكون دار راغي بنهار أو يومين علاش لأن ما تيكونش فيها واحد شخيص مدقق واحد اللي فاريس شحل فيهم إلى آخر لأن هادك اللي غادي دير الليكوغرافي هو لخصو يعالش مش واحد كي دير الليكوغرافي واحد كي يعالش خصو يتبع معك من اللول خصو يتبع وكي يعرف راسه شو رو غادي دير لأنه هو مني تيكون تيقلبك راه عنده واحد الفكرك شو رو خصو يقترح عليك إما يلاجب تيل واحد لغاديو ديجا مصوبة بالخصوص لها مكانت مصوبة من طرف واحد ما عندوش واحد تخصوص فهات شي ديال تشخيص ديال لباريس كي يكون لك شي مدقق وبالتالي ما يمكن لكش تقدم عليها لأنه نقول لهم إحنا بحل واحد لخشيتك واحد لخشيتك تخصوك تعطي هادك اللي غادي يبني لك واحد دار لخشيتك تيعطي واحد البلان مزيان أرية لعطى واحد البلان مزيان غادي طلع الدار مزيان أعطى واحد البلان ممزيش فهذا تشخيص هو أهم حاجة نعم هو أهم حاجة اللي منوك نتلقع لعلاج فالعلاج الأدوية دائما كتكون غير باش كنخفو الآلم لأنه كان فرق ما بين كنخفو كنهمدو وفرق ما بين كنعالجو فالأدوية ولا الجوارب ماشي علاج كي بقدر ما كيهمدو كيخفو الآلم إلى آخر فالعلاج دي يكون على شكل حقا واليوم الحمد لله ولينا بهذا الحقا واللينا كنعوضوا بعض العمليات اللي كنا كنديرو هدي تلسين وربع سنين وعشر سنين ولينا كنعوضوا بهم هاد الحقا بحيث تيجيون الناس من مدن بعيدة وكن قدروا نديرو لهم هذا الحقا سوق بلاس وكا يمشيوا بلا بلج بلا تيش حاجة وكا يمشيوا مرة واحدة تكيبه لا تكنيك لا تكنيك لا تكنيك اللي كنديرو وكا يمشيوا في نفس اليوم حت شحالا دي كنا تقريبا كنديرو لبزفزف الجراحة ليوم ما بقعتش الجراحة كثيرة بزفزف قلات بسبب هادش اللي ولينا كندير ممتاز لسائل جديد حقان اولها التقنية هادي واش كتدار في الحالات كل هادي اللي فغيس اولا في الحالات اللي كيكونوا يالله خفاف اه قلال في الرجال اه ولا في كل الحالات ممكن لماشي في كل حالات والاكش العلاج الواحد خصوه في الاول في الحالة الاولى وفي متوسطة ممكن نديروا حاج حالة دي كما قلت لك كنا شي حويش كندرون بالاملية اليوم كندرون بالحقان يعني تفل حالات البسيطة كانت تقدر بالعملية تشحالهات اليوم لا اليوم كندرون اكترية كندرون الحقان ولا كندرون اللازيغ داخلي نعم هنا ميسا نتكلموا على انسان وصل في مرحلة شوية مع طلع يعني ليفغيس ولا وكتار تمدوا على مستوى درجة كاملة او على مناطق ديال الدات اللي كيوصلوها ليفغيس هنا العلاج ديالكم كتكون هنا بالجراحة واشد الجراحة كتعطي الأوكل دياله فعلا يعني كتكون ناجحة 100% او لا فعلا الناس كتعودوا ثاني اللي جهو ليفغيس غير عودوا هيا في الحقيقة في الميتين مع مرحة كنقولو مية في المية كندروا والباقي الله لو لكن خسنا ناخدو اكتر الحدود شدي الحدود هي كن مشو عن المختص اللي غادي ديقنا تشخيط مزيان هكي لغادي ديقنا المخكاج مزيان لانا قبل العملية كندروا واحد تخطيت على الرجل صح بحل بحل ويز ولجباس دون كندر كنرسمه كنرسم الغسل الجراحة يكون واحد باش كتعرف الطراخ ديالك فين كين هاد العاق وفين واصل هاد باش نسل كندروا واحد الرسم اللي هو دقيق ولي بغي يعرفت زيما يشوف المواقع اكيد وكنا في الحلقة ديجا وشفنا معك بحل بحل وكنا ديجا هنا في الحلقة كنا شفنا معك تقريبا هي الطريقة ديالا با غاي اللي كانت كتكولة لليل ديجا نفسها دا الأسرة صراحة هنا كدروا هاد تخطيت هو باش كتعرفو فين نهاية وفي البداية ديال العارف وفين هاد الامور كلها مزيان الجراح تول كل جراح عندو تقنية جديدة ولي كيكون مختص في ليفاريس لانه ماشي اي واحد تطيقى ان جران جران بروفيسور كيدير القلب ليهو صعي بزاف ويقدر ما تتعجبوش يدير ليفاريس فالليفاريس كين تخصوص ديالو تهو ديال الجراحة ولا ديال لازار ولا ديال لغاديو فريقنس الى اخرى نعم هنا مني الانسان كيدير هاد النوع ديال العمليات وهاد الامور اشن هو البروتوكول اللي كطلبوه منه من بعد ما كيدير العمالية ديال ليفاريس الشحن مواحد غير كيدير العمالية وصافي ما كتعوش تشوفو نهائيا ودي حسبو انه طوينا الصفحة لا مني كنديروا العمالية دائما كندكر الناس اللي داروا العمالية خصهم على الاقل بعد شهر ونسا او شهرين يرجعو عند الانجيولوج ديالهم باش عوثاني كيقلب واش ما بقدش حاجة مور العمالية باش كيكملها بالحوقات انما يمكناش نزول كل شي بالجراحة كاذب قوش حاجة قليلة كتكمل بالحوقات وهذا ما شيف اطار تجميل مازال عاد اللي بغاد تجميل عاد عوثاني عنده الحقان دياله خصوصية وعنده اللازر دياله الى اخرى احنا كنهضروا مغير في مسائل المرضية وطبية وصحية فدائما تيكمل وش حلم واحد تيجي مبات ثلث سنين وربع سنين تقولك او عوثاني هنا بدك يضرني لانه ما دارش واحد تستبيع وناس مباد ما كيدروا الحقان ودك شي كان بدون نشوفهم انه بفت ثلث سنين اربع سنين مشي شي حاجة كثيرة باش اي حاجة بانز ما نخلي واش عوثاني تكبر وتعطي اعرض ومضاعفات نعم نحنا اليوم تكلمنا على الدولي بصفة عامة اكيد كنين مجموع من النوقات لي في تخصص ديالكم دكتور اللي غانعودون شوفا ان شاء الله في حلقات ماجيا اول شي بعده كنشكرك على الحضور ديالك كنشكرك على وقتك وكنشكرك على هذه المعلومات القيمة اكيد اللي طرحتها اليوم في البرنامج وهذا الحلقة كيف معم معودين دائما كل حلقة ديالنا فهيك نتزلكم على الصفحات الرسمية شدائف فيسبوك ويوتيوب اكيد اكسترالي كنزلونكم حتى على انستغرام باش اكدكت كل المعلومة ذات فائدة ان شاء الله على الجميع اشكرك بزاف دكتور امنية من كيران اللي انتي متخصصة في الدوالي وكذلك العقاد الانفوية في حلقة ماجيا نشوفوا العقاد الانفوية تهي اشنو ممكن اكيد بتخصص ديالكم شكرا لك بزاف على الحضور ديالك واكيد شكر موصول ايضا لكل مستمع مستمع